السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي كرام أخواتي فاضلات معكم صغ صادق عدنا معكم إلى إكمال ما تبقى من الفصل العشر من كورس الـPatter Recognition والذي يتحدث عن Support Vector Machines التي هي مكان المتجهات الدائمة ومكان المتجهات الدعم مثل ما لاحظنا في الجزء السابق من هذا الشابتر أنه الـDiscriminate Functions عادة تكون هي Optimal بثالية إذا كانت الـ Underlying Distribution is Gaussian يعني إذا كانت التوزيعات الخاصة بالبيانات هي Gaussian يعني Normal Distribution بحيث أنه تحتو على Equal Covariance لكل كلاس يعني الـ Covariance الخاص بالكلاسات يكون متساوي ولكنه بصورة عامة في أنه من الصعب جدا إيجاد هكذا يعني مسائل أو مشاكل أو من الصعب جدا إيجاد دوال تمييز إذا لم تكن المسألة تحقق هذه المتطلبات وطبعا عادة في الواقع الطبيعي أغلب الأحيان هذا الـ Distribution ما يكون هو صحيح يعني ما يكون هو الشيء الطبيعي من ضمن الـ Hyper Plains التي يعني من ضمن المتجهات أو المستويات التي تقوم بتقسيم البيانات هناك واحد ملأته الذي هو يحقق أقصى حاشية من الفصل بين الكلاسات المختلفة يعني هنا سابق إذا عدنا قليلا للوراء راح نلاحظ بأنه إحنا إذا كان لدينا يعني بيانات معينة ولا تكون مثلا هذه البيانات اللي هي يعني الدوائر والـ X في الحقيقة إحنا نقدم إذن البيانات نفصلها بالكثير من الـ Plains يعني إذن كلهم هن تعتبر يعني هذه كلها تعتبر هي خطوط لفصل هذه البيانات ولكنه بالحقيقة واحد ملأته فقط هو اللي راح يحققنه Optimal يعني هذا خلينا نرسمه بلون مختلف واحد فقط من هذه البيانات راح يحقق لك أكبر Marginal شنو المارجنال يقصد بيه؟ يقصد بيه الحاشية المسافة هذه وهذه هذا هو يعتبر بالنسبة لنا الآن هو أفضل يعني فاصل بين بيانات الكلاس الأول والكلاس الثاني ليش قلنا هذا الأفضل؟ لأنه هنا دائما عندك أكبر مسافة ما بين هذا الخط الفاصل أو البوندري وما بين ما يسمى بالSupport Vectors متجهات الدعم وهذا هو بالضبط هي فكرة Support Vector Machine إنه احنا دائما نبحث عن متجه يحقق لنا أكبر Marginal وطبعا راح نلاحظ إنه شون نقدر نحسبه من خلال حسابات رياضية كثيرة ومعاقلة هذه الفكرة الرئيسية يعني هنا أيضا مثل ما تلاحظ هذه النقاط الخضراء هي تعود إلى كلاس معين هذه النقاط الزرقاء تعود إلى كلاس آخر احنا هدفنا بالنهاية هو نبحث عن متجه أو خط أو Linear Discriminant Function هدفها الرئيسي هو الفصل ما بين الـ Data الخاصة بالكلاس الأول عن الـ Data الخاصة بالكلاس الثاني هنا الهدف الرئيسي بالـ Support Vector Machine هو أنه يبحث عن هذا الخط اللي يحقق لنا أكبر Margin شون هو المارجن؟ المارجن هو المسافة أو الحاشية بين متجه الفصل وما بين الـ Support Vectors اللي هنه متجهات الدعم التي هي كل واحدة منهم تكون أقرب ما يكون إلى عناصر الكلاسات هذا الـ Support Vector الخاص بهذا الكلاس وهذا الـ Support Vector الخاص بهذا الكلاس فهدفنا الرئيسي بالنهاية هو ندور على هذا الخط اللي يحقق لنا أكبر مارجن المارجن اللي هو مثل ما ذكرنا المسافة ما بين هذا الخط اللي هو الـ Decision Boundary وما بينه الـ Support Vectors اللي هو هذا Support Vector وهذا Support Vector هذه الفكرة بإختصار بالنسبة لي الـ Support Vector Machines الآن بصورة عامة إذا أردنا أن نشتق هذا الكلام بشكل معادلات رياضية رح نضطر أنه نبدأ بهذه الاشتقاء أولاً نفترض بأنه إحنا عدنا مجموعة من الـ Training Patterns أنماط التدريب أو عناصر التدريب أو عينات التدريب اللي هي معانوانة كل واحدة من أتهم أكون لها Label معين يعني X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 إلى XN, YN كلها تنتمي إلى الأعداد الحقيقية ذات بعد D كلها أيضاً ما بين السالب واحد والموجب واحد الهدف هو إيجاد Classifier Function دالة تصنيف F اللي هي أيضاً تنتمي إلى الأعداد الحقيقية ذات البعد D واللي هي أيضاً ما بين السالب واحد والموجب واحد بحيث أنه F هي ساولنا Y تقوم بتصنيف البيانات بشكل صحيح Correctly Classify New Patterns هدفنا الرئيسي هو إيجاد ال-Y اللي هي دالة على ال-X اللي هي بالنهاية شغلتها أنه تقوم بتصنيف البيانات بيانات التدريب بشكل صحيح تقوم بإصناع كل-Y يعني X إلى ال-Y المناسب لها حيث أن ال-X هو متجه ال-Vector Space أو Feature Vector Space وال-Y هو الكلاس الخاص بها ال-Support Vector Machine هو شغلته بالنهاية يقوم بإيجاد ال-Hyper Plane اللي حقق لنا هذا الكلام حيث راح يكون عندك ال-WX زاعداً B سوف نصفر هو هدف بالنهاية أنه يقوم بإيجاد ال-WX زاعداً B يعني إيجاد ال-W وال-B حيث أنه ال-W تنتمي إلى العداد الحقيقية ذات البعد D وال-B تنتمي إلى العداد الحقيقية رقم حقيقي يعني ال-Corresponding to Decision Functions هنا طبعاً الهدف الرئيسي من عليها هو أنه نجد دوال قرار تحقق المعادلة التالية ال-F هي عبارة عن الساين الساين يقصد بها الموجب سالب موجب واحد سالب واحد of W X زاعداً B هذا هو اللي احنا ندور عليه هنا طبعاً إذا أجينا شفنا Support Vector Machines الخاصة بهذه المتغيرات أيضاً يقعدنا هنا هذي Data هذي اللي هي مربعات سوداء وهذي الدوائر السوداء هذي class معين وهذي class ثاني هنا إذا أجينا دورنا على Support Vector Machine رح يكون أو Decision Boundary هذا رح يكون هو عندما يكون لدينا ال-X حيث أن W X زاعداً B تسعونا صفر هذا رح يكون هو Decision Boundary اللي بعد مباشرة هذا اللي هو يعني Support Vector رح يكون X حيث أن W X زاعداً B سعونا موجب واحد هذا اللي قبله هنا رح يكون X حيث أن W X زاعداً B تسعونا سالب واحد هذا موجب واحد هذا سالب واحد وهذا صفر هذا اللي إذا جينا حسبناهن رح يطلع عندك إنه بالنهاية نحن ندور على المتجه هذا اللي يحقق لك ثنياً على مطلق ال-W أو ثنياً على ال-W Norm هذا هو المارجن اللي ندور عليه على موض نقدر نقوم بتشكيل Optimal Hyperplane المستوي المتعدد الأبعاد المثالي يجب أن نقوم بتعريف Optimal Problem التالية اللي هي مسألة أمثلية بالحقيقة نحن بعدين بالنهاية نبحث عن minimize نصف ال-W تربيع هذا ال-W تربيع ثنياً هي بالحقيقة ثنياً على ال-W هذا نحن بالحقيقة ندور على minimize ال-W تربيع على ثنياً يعني نصف في ال-W تربيع هذا طبعاً ال-Norm الخاص بها Normalization Subject To اللي تخضى إلى هذه ال-Constraint اللي هي ال-Yi ال-Convex Optimization حالياً نحن يعني نفترض أنه الشخص اللي قاعد يدرس هذه المواضيع هو أصلاً ندارسها سابقاً إن شاء الله احنا أيضاً في المستقلة كعدنا نية أنه نقوم بشرح كورس ال-Convex Optimization بدأنا بالفعل بشرح ال-Optimization وإن شاء الله رح ركز على ال-Convex Optimization هذه الأمور كلها Lagrange, Multi-Briars, Lagrangians كلها رح تكون واضحة ولكن بصورة عامة Lagrangian لل-W وال-B وال-Alpha بال-W وال-B اللي هنا المتغيرات وال-Alpha اللي هو يقوم بإضافتها هي بالحقيقة عبارة عن هذا ناقصاً هذا يعني نصف W-Norm تربيع ناقصاً لل-N لل-Alpha-I Y-I في ال-W-X-I زاداً بي هذا ناقصاً واحد هذا الواحد هذي رح سرأدك المعادلة حيث أن ال-L هو يعني يجب أن يتم عملة ال-Minimization إيجاد القيمة الدنيا له بالنسبة لمتغيرات ال-W وال-B والقيمة العظمى له with respect to the dual variable اللي هو ال-Alpha-I هذي أيضاً الأمور مشروحة بشكل مفصل في كورسات ال-Optimization حالياً هنا فقط يتحدث عن كيفية تشكيل هذا ال-Optimal أو ال-Convex Optimization Problem الحال لهذه المعادلة أيضاً يتم عن طريق ما يسمى بال-Quadratic Programming البرمجة الربائية وهذه القليات مختلفة أيضاً طبعاً من أجل حل هذه المعادلة هذا ال-Summation هو عبارة عن Subset of the Training Patterns هذا ال-Summation هو عبارة عن مجموعة فرعية من بيانات التدريب اللي راح نسميها Support Vectors متجهات الدعم حيث يكون ال-Alpha-I قيمته غير صفر ليست صفر هذه ال-Support Vectors راح تكون هي واقعة على المارجن على الحاشية هذه ال-Support Vectors هذه ال-Support Vectors هذا وهذا وهذه طبعاً راح تكون على المارجن هذا وهذا أيضاً احنا دائماً نبحث عن هذن ال-Support Vectors راح يكون هذن ال-Support Vectors موجودات على المارجن والتي تحمل أغلب البيانات الخاصة بالتصنيف بحيث أنه بقية ال-Patterns بقية ال-Samples راح تكون Irrelevant يعني غير مفيدة في عملية التصنيف أو عملية إيجاد Decision Boundary قيمة ال-B طبعاً يمكن حسابها من خلال هذه المعادلة اللي هي Alpha-I YI W XI-B من خلال أيضاً استخدام ال-Support Vectors يعني من خلال أخذ أي واحدة من القيم اللي راح تطلع عندك لأن هنا ال-YI وال-W وال-XI هي عبارة عن متجهات فهنا راح تطلع عندك قيم كثيرة لل-B يمكن أن نأخذ أي واحدة من الأتنوع يعني حسابها أو أخذها بنظر الاعتبار ولكنه الأفضل أنه نأخذ المعدل اللي هو نأخذ ال-Average لكل قيم ال-B التي تظهر لدينا من هذه المعادلات لأن هذه راح تكون عبارة عن يعني نظام معادلات جيتم حلها بشكل آني لحساب ال-B وبعد ذلك راح تطلع عندك مجموعة من البيات نأخذ ال-Average اللي هو مجموعة على عدة في الكثير من المشاكل في العالم الحقيقي there will be no linear boundaries يعني لن يكون هناك دائما فاصل خطي بين الكلاسات وإنما يعني مسألة البحث عن فاصل خطي مثالي is meaningless يعني هي بدون معنى لأنه أصلا ماكو فاصل خطي في أغلب الحالات بالواقع الطبيعي ما نقدر أنه نفصل كل البيانات بشكل خطي يعني على شكل خط وبالتالي نحتاج أنه نوسع الكلام السابق اللي كان يتحدث فقط عن linear discriminant functions وال linear support vector machines وال linear decision boundaries إلى تقليل القيود يعني قليلاً لأعطاء assumptions معينة to relax the concentrates كيف يحصل هذا الشيء راح تكون عندك new optimization problem مسألة أمثلية جديدة بحيث أنه يكون عندك الconcentrates نضيفلهم ما يسمى بالslack variables واللي أيضاً شرحناها في محاضرات الoptimization راح تكون عندك في السميشن ISA 1 لهذا المتغير subject2 نعم طبعاً راح يكون عندك الw في الx i زائد b أكبر أو يساوي 1 ناقص هذا المقدار وهذا يعني أصغر أو يساوي أن سالب 1 زائد هذا المقدار حيث أن هذا المقدار أكبر من صفر فهذا المتغير معين وهذا هو عبارة عن slack variables مثل ما ذكرنا هذه المتغيرات اللي راح نضيفهم والc راح يكون هو عبارة عن regularization parameter قرامتر التنظيم هذا بالحقيقة هذا المقدار اللي قمنا بإضافته can be thought of as measuring some amount of misclassification هذا يمكن التفكير به على أنه هو فد مقياس معين لكمية يعني التصنيف الخاطئ misclassification حيث أنه كل ما كانت القيمة أقل للc فأنها ستقابل يعني penalty فد جزاء أو عقاب أقل للتصنيف الخاطئ يعني هذا المقدار كل ما نخليه أقل كأنه احنا بالحقيقة قاعد نقول أنه حتى تصنيفات الخاطئة ما بها مشكلة أو أنه هي penalty أو الجزاء أو العقاب الذي يأتي على التصنيفات الخاطئة هو أقل يعني أقل بكثير كل ما زيت قيمة السي ما أعطى أنه إحنا لا راح نقول أنه كل ما كان هناك misclassification أو تصنيف خاطئ فأن هذا سيؤدي إلى penalty أو عقاب أو جزاء أو مشاكل أكبر عندما يكون لدينا misclassification هنا طبعا هذي راح تكون عندك هذا المتجه اللي احنا ندور عليه هذا راح يكون عندك الأبسلون أو معرفش اسمه هذا المتغير راح يكون أكبر من واحد بهذه الحالة هنا راح يكون أصغر من واحد وهنا راح يكون هو عبارة عن صفر الحالات اللي هي غير داخلة يعني في هذا المكان اللي هو المارجن سميناه هذي ممكن يكون أكبر من واحد أصغر من واحد في المنطقة المارجن خارج منطقة المارجن راح يكون هو عبارة عن صفر هذي هو اللي slack variable طبعا هذي data points اللي هي عبارة عن circles كلهم من الـ quadratic programming problems on the final decision boundary كلهم تعتمد على الـ dot products يعني مسألة البرمجة الرباعية وكذلك مسألة يعني دالة القرار النهائية اللي هذي هي شكلها النهائي راح تكون هي عبارة عن f of x هي sign بالإشارة أما موجب أو سالب لـ summation isa1 alpha i yi of x زادا b إن كله تعتمد على هذا الـ dot product اللي هو الضرب النقاطي بين الـ patterns بين الأنماط الأصلية أو بين عناصر feature vector space من أجل أنه نقوم بتعميم هذه النتائج إلى نقوم بتعميم نستطيع تحويل الـ original input space إلى بعض الأخرى مثل ما أشبت قبل قليل يعني الـ linear discriminant function من أجل تعميل الـ generalization أو تعميم الـ discriminant functions إلى الحالة الـ nonlinear أو الغير خطية نستطيع تحويلها إلى space آخر يعني عدد أبعاد آخر ممكن يكون أقل أو أكثر دالة التحويل هنا أيضا راح تكون هي الـ nonlinear nonlinear mapping function اللي هي اسمها phi اللي راح تحولك من الـ rd إلى f and perform the linear algorithm وأيضا تقوم بتنفيذ الخوارزمية الخطية in the f space في المستوي اللي سميناه f والتي أيضا تحتاج فقط إلى dot products اللي هي الضرب النقاطي ما بين من phi هذه الدالة التحويل إلى مستوي آخر جديد سميناه f بحيث أنه نستطيع عند ذلك إيجاد support vector machines و decision boundaries حتى وإن كانت غير خطية بحيث أنها تستطيع جعل الحسابات كفوءة يعني سريعة واحدة من الأمثلة أو بعض الأمثلة على Kernel functions اللي ممكن استخدامها ممكن تكون polynomial متعددة الحدود اللي هي x في y وممكن تكون sigmoidal اللي هي عبارة عن tanh اللي هو tangent h هذا يعني للk xy زادا ثاتا ممكن تكون radial basis function rbf اللي هو exponential x-y norm على 2 sigma تربيع أي واحدة من هذا الدوال ممكن نستخدمها بدل هذا k اللي هي phi من أجل أن الحسابات كفوءة وسريعة جداً حتى بحالة أنه تحولنا إلى higher dimensionals Once a kernel function is chosen أول ما نقوم باختيار واحدة من هذه kernel functions دوال النواة We can substitute the phi of xi for each training sample xi and perform the optimal hyperplane function algorithm in f نقوم بتعويض عن كل xi بما يقابله بالphi of xi اللي هو دالة التحويل واحدة من ذني ونقوم بتنفيذ خوارزمية الhyperplane المثالية في المستوي الجديد اللي هو المستوي f النتائج طبعاً راح تكون هي non-linear position boundaries يعني نفس الدالة السابقة ولكنه راح تكون هذه الحالة non-linear وبالتالي راح تكون more general عام مما كان سابقاً حيث أنه البرامتر alpha i يتم حسابه كحل للquadratic programming problem هنا مشكلتنا الرئيسية راح تكون لإيجاد alpha i اللي هو يتم حلوه من خلال استخدام الquadratic programming problem أو quadratic programming optimization problems اللي هي مسائل الأمثلية ذات البرمجة المربعة In the original input space the hyperplane corresponds to a non-linear decision function where form is determined by the kernel في المستوي الأصلي فأنه هذا الhyperplane اللي قمنا بإنشاءه أو بإيجاده من أجل الفصل بين العناصر الخاصة بالكلاس الأول والكلاس الثاني واللي طلعت عندنا غير خطية بالحقيقة هي يعني corresponds to a non-linear decision function whose form is determined by the kernel هنا هذا شكل الدالة اللي راح تطلع أدنى بالنهاية يتم تحديده من خلال دالة الكيرنال اللي هي واحدة من هذان كما ذكرنا قبل قليل كلما كانت دالة الكيرنال الأسهل كلما كان المستوي الذي يفصل العناصر حتى في يعني في ال input space الأصلي كلما كان أسهل وأفضل بكثير يعني يسهل حل هو فهمه بصور عامة support vector machines تعتبر هي مهمة جدا وشائعة جدا يعني في ذلك الوقت عندما كان هذا الكورس 2009 وحتى هذا الوقت يعني ما زال كثير من المشتقات الSVM موجودة أيضا احنا شرحنا بعض منتها في كورس machine learning وشرحنا أيضا كيفية يعني بعض الأمثلة عليها في MATLAB وكذلك حتى مساء الرياضية طبعا يعني هي لماذا هي شائعة جدا ومهمة جدا لأن because of their intuitive formulation يعني بسبب تكوينها البديهي اللي هو يعني باستخدام computational learning theory نظرية التعلم الاحتسابية and their high performance and practical applications أيضا ندعها الجيد في الكثير من التطبيقات العملية ولكن على كل حال هناك الكثير من الأشياء أو المعايير أو الاعتبارات التي يجب أن نأخذها بعض الاعتبار عندما يعني نقرر أن نستخدم support vector machine كnon-linear classifier أو non-basian classifier أولا هو اختيار kernel function يجب أن We can use training data to find the best performing kernel اختيار دالة kernel من هذه القائمة أو من غيرها من القوائم يعني هناك الكثير من options كثير من الخيارات يتم من خلال trial and error كالعادة يعني هذه الكلمة trial and error ربما كررناها أكثر من 100 مرة في هذا الكورس لأنه هو بالفعل يعني في أغلب الأحيان أنت تحتاج أنه تقوم باستخدام بيانات التدريب من أجل اكتشاف ما هي أفضل kernel من ناحية الأداء وبعد ذلك تختارها أيضا الcomputational requirements المتطلبات الحسابات بالنسبة للquadratic programs البرامج التربيعية ربما يعني كلما زادت تعقيد البرنامج كلما زادت مستوى أو درجة المعادلة وكذلك الspace الذي نشتغل به 2 dimension 3 dimension 10 dimension 100 dimension كلما زادت الحسابات مع ذلك هناك الكثير من الخوارزميات الموجودة اليوم التي تقوم بتسريع عملية optimization وهذه أيضا يعني تعتبر في الشيء مشجر حيث أنه حتى إذا أصبحت مسألة معقدة في حالة support vector machine فأن هناك خوارزميات تستطيع تسهيل العملية وتسريعها أيضا بالنسبة لي عملية extension to multiple classes عملية توسيع المسألة إلى عدة كلاسات أكثر من 2 نستطيع تدريب separate support vector machine نستطيع تدريب support vector machine منفصل لكل كلاس وبعد ذلك حساب الإخراج لكل واحد من هذه support vector machines واختيار الكلاس الذي يقوم بتخصيص نقوم بتخصيص الannown patterns البيانات التدريب الغير معروفة له عندما يكون هو farthest into the positive region عندما يكون الكلاس اللي هو يكون الأبعد في الاتجاه الموجب في المنطقة الموجبة يعني plus 1 يطلع النتيجة النهائية أو assignment هي موجبة كلما كان الكلاس أبعد في الاتجاه الموجب كلما استطعنا تخصيص الannown patterns له بشكل أفضل أيضا تحويل output يعني إخراجات support vector machine شون نقدر نحولها إلى posterior probability بالنسبة لعمية post processing المعالجة بعد الانتهاء هذا أيضا تتم من خلال استخدام دالة السيجمويد موديل السيجمويد هي عبارة عن 1 على 1 زائد exponential أي f of x زائد b وهنا أيضا راح تكون عندك بالحقيقة أو البosterary probability probability of y equals 1 given f of x راح تكون كالآتي هي عبارة عن 1 على 1 زائد exponential أي f of x زائد b حيث أن ال i will be learned using maximum likelihood estimation from the training state ال i will be هن البرامتر التي يتم تعليمهن أو تعلمهن من خلال استخدام maximum likelihood estimation على بيارات التدريب كما كان موجود أو كما شرحناه في البداية في الشابترات الأولى من هذا الكورس هذا هو كل ما يخص support vector machine وأيضا كالعادة هناك الكثير من التفاصيل المشروحة أكثر رياضيا وبرمجيا بالنسبة للماطلاب في الجزء الخاص من هذا الموضوع في كورس machine learning فينصح أنه يتم دراسة سوية تحياتنا للجميع وشكرا جزيلا ومع السلامة